وقعت كل من اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي ولجنة المعلوميات والحريات ببوركينافاسو على بروتوكول يرم وضع آلية للتعاون الثنائي وبمجب هذا البروتوكول يلتزم الطرفان معا بضمان أفضل حماية ممكنة للمعطيات ذات الطابع الشخصي إن مجال حماية المعطيات الشخصية يتطور بشكل مستمر ولهذا يجب علينا التفكير في إشكالية المستقبل ولهذا وقعنا بهذه المناسبة على بنود في الاتفاقية حول برنامج داتا ثقة وحسب الوثيقة التي تهدف إلى التأطير الفعال للمعالجات عبر الحدود بين المغرب وبوركينافاسو تتعهد اللجنتان أيضا بتعزيز ثقة الرقمية في إفريقيا من خلال برنامج داتا ثقة بوباليم يحيل محتوى الاتفاقية التي وقعنا عليها على صلب العمل الذي نقوم به عادة على الأرض وخاصة أنشطة الإعلام والتحسيس ويشكل المغرب وبوركينافاسو جزءا من الشبكة الإفريقية لسلطات حماية البيانات الشخصية التي تهدف من بين أمور أخرى إلى إنشاء إطار للتعاون بين هذه السلطات شكرا